كمان اللقطة التانية المتعلقة بمقتل المذيعة شايماء جمال الحادثة البشعة كمان اللي حصلت الاسبوع اللي فات لما تم الاعلان عن اختفاءها ثم بعد ذلك تم الاعلان عن وجود جثتها مدفونة في احدى الفلل في المنصورية ولا المريوطية باين مش حاجة كده ايه بقى اللقطة؟ اللقطة انه خلال الكامي يوم اللي فاتوا طلع برضو كلام وشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بانه في حالة من حالات التجاهل لقضية شايماء جمال وانه بسبب الوظيفة بتاعة زوجها اللي متهم بالاشتراك في قتلها كانه يعني فيه نية كده لانه الموضوع يعدي وان النيابة ما تشوفش شغلها وان المحكمة متأخرة كلام الحقيقة ما عرفش الناس بيجيبوا منين كانهم قاعدين في مكتب النائب العام او كنهم قاعدين في صرايا النيابة وعارفين ايه اللي بيحصل و ايه اللي بيحصلش و سمعوا النيابة العامة و هي بتقول لا لا ملا يجدعوا بالقضية كلام فاضي الحقيقة كلام فاضي جدا 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 لانه فيش حاس ما هي كده القانون حياخد مجرى على المعروف و على غير المعروف على اللي بيمتهن مهنة زي دي ولا على المهنة زي دي واي جريمة يرتكبها اي صاحب مهنة تشينه هو لا تشين المهنة تشينه هو لا تشين المهنة يعني انا اعلامي و انا ارتكبت جريمة لقدر الله ربنا يعافينا يعني يوسترها علينا دنيا و اخرى معنى ان انا ارتكبت جريمة سرقة او قتل او اختلاص يبقى الاعلام قاتل او الاعلام مرتشي او الاعلام مختلس لا يبقى تامر عمل كده و ياخد جزاؤه زي زمان لما كان فيه زابط بيزود شوية في التعامل او بيقصو شوية في التعامل مع متهم او كذا او كذا وكان الناس بتحب تشوه وزارة الداخلية والامن ويقولك بصوا الداخلية وطريقتها وبصوا والمصطلح السخيف لطريقة زمان بتاع الداخلية كذا اللي مش عايزين نردده تاني و كنا بنطلع وقت الهوجة وقت ما كان فيه ناس محبب على قلبها او الكلام ده و بنطلع وقوله يا جماعة قال لا تزروا وازرة تنوزرة اخرى و السيئة تخص ما تعمبش السيئة تخص فاعلها السيئة تخص فاعلها فبالتالي اي انسان مهما كانت وظيفته قولا واحدا هو اي انسان مهما كانت وظيفته عمل مخالفة للقانون عمل ارتكب جريمة هو بس اللي يتحمل وزرها هيئته او سلطته او مهنته مالهاش علاقة لانه الخير فينا والشر فينا كل واحد يشيل شيلته لوحده عشان كده انا سعيد جدا جدا عيا بالبيان المحترم والحاسم اللي صدر من مكتب السيد النائب العام منذ قليل تعليقا على الكلام اللي اثير حول قضية القتل المذيعة شيماء جمال بيان النائب العام بيقول كانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بادارة البيان بمكتب النائب العام عقب اصدار البيان السابق في هذه الواقعة تداول منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن للدعاء بانتفاء صلة المتهم عن جثمان المجني عليها بالواقعة وانعدام صلته بالاتهام المستد اليه وحبسه احتياطيا بغير سند وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت اليها التحقيقات فضلا عن استغلال البعض الواقعة للايهام والترويج بوجود تمييز في اجراءات التحقيق بها وبطئها بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها وذلك على خلاف المفترض وغير المتقبل حدوثه وعلى ذلك فان النيابة العامة تؤكد اولا ان المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة القضية والذي ارشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها وبعد ظهور الجثمان ابدى رغبته في الادلاء ببعض الاقوال والتي كان حاصلها انه اقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها اليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكاب الجريمة بفطلة ووضعهما لذلك معا مخططا لقتلها وقابوله مساعدته في تنفيذ المخطط وقيامهما بدفنها سويا عقب قتلها نظير مبلغ مالي وعده به فنفذ ما اتفقا عليه مما يجعله مما يجعله ده اللي هو زوج المجني عليها متهما بوصفه فاعلا اصليا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الامر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وكذلك قررت المحكمة المختصة مد حبسه هذا وفي اطار الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدايتها كانت قد تتبعت خط سير الجانيين يوم الواقع لفحص ما به من الات مراقبة لضبطهما ومشاهدتهما واجرت تفتيشا لاحدى الوحدات السكنية ذات الصلة وفحصت عددا من الاجهزة الالكترونية والتي منها ما اتلف عمدا لاخفاء ما به من معلومات فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ اجراءات استرجاع ما اتلف كما استجوبت النيابة العامة المتهمة المذكور الذي ارشد عن الجثمان في اقراره المبين تفصيلا وندبت مصلحة الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها وفحص الاثار البيولوجية العالقة ببعض الاشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة والاستعلام عن شركات الاتصالات من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراه عبر شرائع حاتفية محددة وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث واستدعاء من لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم ثم بتاريخ اليوم الخميس الثلاثين من شهر يونيو الجاري اخترت النيابة العامة بالقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذا لامر ضبطه واحضاره وجاري عرضه على النيابة المقتصة لاستجوابه وعلى ذلك فان النيابة العامة تهيب بالكافة الى عدم الانسياق وراء هذا الزخم المتداول حول الواقعة وما يتخلله من اشاعات واخبار كاذبة والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للايهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها وهو امر بديهي كذب غير متصور حدوثه ومعاقب عليه قانونا من يروجه ومن يقترفه ومن يذيعه عمدا بسوء قصد ومن لم تتهاول النيابة في ملاحقتهم متى تم تحديدهم واتخاذ الاجراءات القانونية قبلهم كما تؤكد النيابة العامة ان حرصها على انجاز التحقيقات في تلك الدعوة او غيرها في اسرع اجل بلوغا للعدالة الناجزة وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهون دائما بملابسات كل واقع وما تقتضيه وتفرده اجراءات التحقيق في كل واحدة منها وما تتطلبه من مواءمة وملاءمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان ضمانا لكشف الحقيقة دون نقص واقامة الدليل وترابطه دون عجز وهو ما قد تختلف معه مدد انجاز التحقيقات في كل دعوة دون تباطئ غير مقبول او ارجاء غير مبرر او تمييز لاحد عن احد غير متصور حدوثه فرسالة وعقيدة عمل النيابة العامة التي ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق بوصفها جزء لا يتجزأ منه هي تمثيل المجتمع والنيابة عنه باستقلالية تامة مكفولة دون تمييز او تحيز او محابات او مجاملة تحقيقا للعدلة الناجزة وتوطيضا للامن القومي الاجتماعي المنشود في ظل دولة سيادة الدستوري والقانون حفظ الله الوطن بيان في وقته بيان فيه البلاغة والحكمة والحسم وفيه كمان حالة من حالات الشرح والبيان للناس عشان يفهموا ليه قضية ممكن تاخد تحقيقاتها خبست ايام وقضية تانية ممكن تاخد تحقيقاتها خمسين يوم هل ده معناها ان القضية دي النيابة متبطأة فيها والقضية دي النيابة متسرعة فيها لا القضية دي التحقيقات بتاعتها وصفها كده والادلة بينة اوي والاعترافات واضحة اوي وما فيهاش اختلاط وما فيهاش كذا وفيها التصوير والادلة والقراءة واضحة لا لبسة فيها هنا الاجراءات تبقى طبيعي اسرع من اجراءات تانية كان فيها خبث ودهاء من المتهمين واخفاء او محاولة لاخفاء الادلة واشرطة والمادة المصورة بالاضافة الى متهم تم القبض عليه ثم بعد التحقيقات ارشد عن المتهم قصة غير القصة صوابعك بازاي بعضها والقضايا بازاي بعضها احنا اللي يحمينا ويهمينا حاجة واحدة ان النواية ثابتة لدى النيابة العامة في الوصول الى العدل و الى الحقيقة مهما قصرت قضايا او طالت اخرى عن مثيلتها الهدف هو العدل الناجز بس العدل اولا مش الانجاز بس